اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او ابن عساكر في تأريخه او الديلمي في مسند الفردوس او الترمذي الحكيم في نوادر الاصول نعم هنا انتغر رحمه الله الى النوع الاخر نوع علوم الحديث وهو الضعيف الضعيف هو ما نزل عن رتبة الحسن والشيء تقول هو الذي لم تجتمع فيه شروط القبول لم تجتمع فيه شروط القبول وله سببان الضعيف له سببان اما طعن في الراوي هذا السبب الاول طعن في الراوي تقوله فلان ضعيف او فلان كذاب او فلان متروك او فلان منكر الحديث او فلان ليس بشيء هذا طعن في الراوي واما سقط في السند سقط في السند يعني الاسناد منقطع الاسناد منقطع فاذا كل ضعيف لا يخرج من هذين الحالتين كل حدي الضعيف اعرف انه اما ضعف بسبب الطعن في الراوي واما ضعف بسبب صغط في الاسناد صغط في الاسناد والضعيف ليس بحجة عند جماهين العلماء ليس بحجة ما يحتج في الطعيف لا يحتج به قال ومضانه معنى مضانه يعني الاماكن التي يظن انه موجود فيها قال مضانه عند العقيل في الضعفاء وعند الخطيب وعند الحكيم الترمذي ويعني ان الحديث ومستد الفردوس يعني ان الحديث الضعيفة تجدها في هذه الكثب نعم قال او الترمذي الحكيم في نوادر الاصول وهو غير صاحب السنن نعم غير صاحب السنن عندنا اثنين الترمذي محمد ابن عيسى الترمذي ابن ثورة صاحب السنن واخر اسمه الحكيم الترمذي الحكيم الترمذي فيه تصوف نعم قال او الحاكم وابن الجارود في تاريخيهما نعم قال رحمه الله وتفيد اخبار الاحادي سوى الضعيف اولا الظن وهو رجحان صحة نسبتها الى من نقلت عنه هذه مسألة ينبغي ان تعلم ذكر الشيخ ان الحديث المتواتر ما لا يفيد اليقين ايش ما يعني اليقين يعني نجزم انه ثابت نجزم انه ثابت يعمل به مباشرة يقول اما الاحاد يفيد الظن يعني يحتمل ويحتمل نقول خبر الاحاد اذا صح اذا صح افاد العلم والعمل كالتواتر افاد العلم والعمل وهذا رواية عن المم احمد ونصر هذا القول ابن حزم الظاهري هو افضل من تكلم في هذه المسألة هو ابن حزم الظاهري والشيخ احمد شاكر في الباعة الحتيث احمد شاكر في الباعة الحتيث والشيخ مقبل بنهادي الوادعي في السير الحتيث قالوا اذا صح الحديث افاد العلم وافاد العمل لذلك قال ابو داوود في رسالة الاهل مكة واذا صح الحديث قال لا حد يستطيع رده خاص ما يرد صح الحديث كيف تقول لي لا يحتمل ويحتمل لا مدام انه صح انتهى فهذه المسألة ينبغي ان يتنبى لها لان موجودة في غالب كتب المصطلح يغلون التواتر يفيد اليقين ولا حاج يفيد الظلم في غالب كتب المصطلح وهذه اخوة اول من قال بها هم اصحاب اصول الفقه اول ما قال بهذه التقسيمة هم اصحاب اصول الفقه ليس اصحاب الحديث لان اصحاب الحديث يحتجون في التواتر وفي الاحد ويبنون الاحكام على الاحد نعم قال وتفيد اخبار الاحدث والضعيف اولا الظلم قلنا الصحيح النايش اذا صحت افاتيس العلم لا الظلم نعم قال وهو رجحان صحة نسبتها الى من نقلت عنه ويختلف ذلك بحسب مراتبها السابقة وربما تفيد العلم اذا احتفت بها القرائن نعم يقول اما متى تفيد العلم يقول اذا احتفت بها القرائن من ليش القرائن ان يكون حديث رواه البخاري مسلم هذه قرينة ان يكون حديث مسلسل بالامة الكبار ان يكون حديث مشهور يقول هذه تسمى قرائن تسمى قرائن نعم وشهدت بها الاسول قال ثانيا العمل بما دلت عليه بتصديقه ان كان خبرا وتطبيقه ان كان طلبا اما الضعيف فلا يفيد الظن ولا العمل ولا يجوز اعتباره دليلا ولا ذكره غير مقرون ببيان ضعفه الا في الترغيب والترهيب اذا اخوة الضعيف ابدا ما يعمل به لكن في حالات مستثنى في حالات مستثنى الحال الاولى اذا كان العمل على هذا الحديث الضعيف اجمعت الامة على العمل به هنا يكون حجه مثال ذلك الماء اذا تغير بالنجاسة هل يكون نجس ام طاهر اجيب يقول نجس هل يتكذلك ما الدليل على هذا حديث ضعيف حيث ابي امامة عند البيه قي ان الماء لا يجو شيء الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تقع فيه حديث ضعيف بالاجماع فيه رشتين بالساعد ضعيف بالاجماع لكن نقل النووي العمل عليه بالاجماع وقبله المنذر نقل العمل على هذا الحديث بالاجماع اجمع اهل العلم على العمل بهذا الحديث رغم انه حديث ضعيف فاذن طيب اذا مات رجل بين النساء ليس معهم زوجة له ليس معهم زوجة هل النساء تغسله ام تيممه اجيب يوخ اجيب تيمم لماذا ما تغسل النساء ما يجوز ليس محارمة والدليل في حديث رغم ابو داود في المراسيل حديث ضعيف وعليه العمل عمل امه اجمع اذا مات الرجل بين النساء ليس معهم زوجة فانه يمم ولا يقسم انظر كيف اذا عندنا اول شي اذا كان حديث الضعيف عليه اجمع الامة فانه يعمل به هذا الحال الاولى طبعا ذكر بن حجر في النكة على مقدمة من الصلاح قد يتقوى لكن على حسب حال الضعف الذي فيه الحالة الثانية يستأنس به يستأنس به يستأنس به متى يستأنس بإحديث الضعيف متى يستأنس اذا كان ليس في الباب غيره يعني لا يوجد حديث الا هذا الضعيف فهنا يستأنس به إذا كان ضعف يسيرا وليس في الباب غيره فهنا يقدم على أقوال الرجال يقدم على القياس وهذا قول امام احمد وابو داود وابي حنيفة والشافعي وابن حزم الظاهري هكذا قالوا يعني مثال ذلك المسعى الخفين لم يأتي حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة المسعى الخفين لن تجد أبدا كل مسعى على خفين طيب كيف على ظاهرهما كيف على ظاهرهما لا يتحدث صحيح في حديث رواج ابن ماجع عن جابر من أول أصابع إلى أعلى هكذا بدأ من أول أصابعه ورفعهما إلى أعلى لكن يحيد ضعيف لكن عمل به الأئمة كيحمد ابن حنبن وبعض العلماء فهذا ليس حج لكن يستعنس به يقدم على قول فلان وقول فلان كما قال ابن أحمد الضعيف عندي خير من أقوال الرجال أما ما عد هذا فأنه لا يعمل بحيث الضعيف أبدا نعم قال إلا في الترغيب والترهيب فقد سهل في ذكره جماعة بثلاثة شروط نعم هذا القول قول العز ابن عبد السلام قال أنه يعني يعمل في الضعيف في الترغيب والترهيب ووضع له شروط لكن هذا القول ليس بالصحيح بل الضعيف يبقى ضعيف ويغني عنه ما صح من الأحاديث نعم قال ألا يكون الضعف شديدا ثانيا أن يكون أصل العمل الذي ذكر فيه الترغيب والترهيب ثابتا ثالثا ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله يعني يقول في الترغيب والترهيب ليس في الحالة والحرام إنه في فضاء الأعمال وفي التخويف ذكر عزم عبدالسلام وارتضاه يعني كثير من علماء كابن حجر وغيره والشيخ هنا بتاع الشروط الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديد ليش معنا هذا يعني ليس فيه رغم كذاب ليس شاذا ليس منكرا الشرط الثاني أن يكون له أصل ثابت يعني في الصلاة يكون هذا في فضاء للصلاة له أصل ثابت في الزكاة يكون هذا حيث ضعيف في فضل الزكاة سبقونيش في الفضائل فقط ليس بالعكام الثالث قال أن لا يعتقد صحة يعتقد أنه ضعيف طيب ما هي الفائدة إذا كنت ما أعتقد صحة ما هي الفائدة فهذا قول قاله العز ابن عبدالسلام وهو فيه نظر نعم قال وعلى هذا فيكون فائلة ذكره في الترغيب حث الناس على العمل المرغب فيه لرجاء حصول ذلك الثواب ثم إن حصل وإلا لم يضره اجتهاده في العبادة طيب هذا الذي يعني ذكر النووي الإجماع عليه النووي قالوا أجمع على يعني العمل بحيث ضعيف في فضاء العمال رد عليه العلامة المعلم اليماني رحمه الله قال لعل الإجماع عكس ما قال النووي قال الإجماع خلاف ما قال له النووي وحتى يعني ابن حجر في نزة النظر نقل كبار أمة الحديث ما من في الضعيف في فضاء العمال كبار الأمة وقال ابن المفلح الحنبلي في الأدابة الشرعية قال وظاهر مذهب الإمام أحمد عدم العمل في حديث الضعيف في فضاء العمال إذن أين أجمع لا فليس بالصحيح هذا الكلام قال ثم إن حصل وإلا لم يضره اجتهاد في العبادة ولم يفته الثواب الأصلي المرتب على القيام بالمأمور وفائدة ذكره في الترهيب تنفير النفس عن العمل المرهب عنه للخوف من وقوع ذلك العقاب لا أصح له يعني ليس منه فائدة قال ابن عبد البر قال من احتج في الضعيف لا حجة له يقاله دليلك غير صحيح ما عند حجة نصبح هذا قول ابن عبد البر لما تكلم في المراسيب قال ومن احتج في الضعيف لا حجة له يقال لك حديدك ضعيف نعم قال ولا يضره إذا اجتنبه ولم يقع العقاب المذكور شرح تعريف الصحيح لذاته قال سبق أن الصحيح لذاته ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذود والعلة القادحة فالعدالة استقامة الدين والمروءة فاستقامة الدين أداء الواجبات واجتناب ما يوجب الفسق من المحرمات واستقامة المروءة أن يفعل ما يحمده الناس عليه من الآداب والأخلاق ويترك ما يضمه الناس عليه من ذلك هذا ذكرناه قبل قليل قلنا العدل لو خمس شروط من يذكرها خمس شروط هاي أخوة كما قال الشيخنا رحمه الله خمس شروط هذه الخمسة إذا اجتمعت يسمى عدل يسمى العدل نعم فهذا أول شرط في الصيحة أن يكون عدل نعم قال وَتُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّابِي بالاستفاضة كالأئمة المشهورين مالك وأحمد والبخاري ونحوهم نعم هنا يعني يقول لك كيف عرف هذا الرجل عدل كيف عرف أنه عدل كيف تثبت عدالة قالنا نكتب على الصدر لكن لعل الكلام الذي يعني يكتب يحفظ يخوه عندنا هنا كيف يعرف الراوي أنه عدل ثبوت العدالة أولا الاستفاضة ايش الاستفاضة يعني يشتهر بين الناس أنه فلان عدل مثاله من أحمد بن حنبل لو وجدت في الإسناد أحمد بن حنبل هل تقول أحمد ثقة أبحث عنه هل هو ثقة أم ضعيف يحتاج ما يحتاج ذلك قيل الإمام أحمد يا أبا عبد الله ما تقول في صفيان الثوري شفيان الثوري أشغل أحمد قال سبحان الله مثل شفيان يسأل عنه من يسأل عن شفيان إمام ما يحتاج عدل كيف فهذا يسمى ماذا الاستفادة عندنا الثاني تنصيص إمام معتبر قلنا المعتبر من هو الذي قبل أم قوله معتبر قلنا عندنا معتبر وقال معتبر تنصيص معتبر على عدالة الراوي هذا الثاني تنصيص المعتبر على عدالة الراوي مثلا عندنا أشعث ابن بالشعثاء أشعث اكتبوا أشعث ابن أبي الشعثاء هذا وثقه أحمد وثقه أحمد وابن معين وغيرهما إذن إذا قرأت أشعث ابن بالشعثاء تقول نعم وثق أحمد وثقه ابن معين وثقه غيرهما ابن الأمة واضحة الآن إذن ثبث أولا الاستفاضة أحمد سفجان ثوري مالك شعبة ابن الحجاج مالك بن أنس هؤلاء يعني ما يحتاج النكش تبحث عنه ما يحتاج لكن نفس أشعث ابن بالشعثاء ابحث عنه تجد أنه وثق أحمد وبن معين وغيرهما هذه الحالة الثانية هناك حالة ثالثة ملك الشيخ الحالة الثالثة جمع رواياته رواياته كيف جمع رواياته فنظر في حاديثه هل يوافق الثقات أم يخالف الثقات إذا رأينا كل رواياته نفس حديث ثقات أصبح ثق جمع رواياته جمع رواياته الراوي جمع الروايات مثلا عندنا فلنقول مورق العجلي مورق العجلي مثلا مورق العجلي مورق العجلي في أحد يعرفه في أحد يعرفه أجيبه 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 نحن نقول نسمع الصوت لحد يعني كذلك إذا بحث في حديثه تجد أنه كل حديث رواه غيره من الثقات بنفس اللخب فاتبين أنه ثقة عين يعني روا له أصحاب الكتب الستة الجماعة يسمى عين ثقة عين فالشاهد يعرف الثقة العدالة بالاستفاضة واحد تنصص ما معتبر ثانيا في جمع الروايات ثالثة هكذا تثبت عدالة الراوي هكذا تثبت عدالة الراوي نعم شيء أشغال بعده قال وبالنص عليها ممن يعتبر قوله في ذلك وتمام الضبط أن يؤدي ما تحمله من مسموع أو مرئي على الوجه الذي تحمله من غير زيادة ولا نقص هذا بجمع الروايات كيف يعرف هذا بجمع الروايات هذا حال الثالثة كيف يعرف أنه ضابط حافظ بجمع الروايات تجمع حديثه وتنظر إذا وافق الثقات فهو ثقة وإذا خالف الثقات فهو ضعيف وهكذا كان الترقطني رحمه الله الترقطني يحكم على الراوي هكذا يقول فلان ثقة كان يوافق الناس فلان ضعيف كان يخالف الناس هذا موجود فيه الرجال يترقطني يقول فلان ثقة كان يوافق الثقة الناس كمورق العجلي فلان ضعيف كان يش يخالف الناس نعم قال لكن لا يضر خطأ يسير لأنه لا يسلم منه أحد نعم يعني الخطأ اليسير مثلا شخص الآن شخص روى مئة حديث أخطأ في خمسة حديث وخمسة وتسعين حديث كلها صحيحة هذا كلها صحيحة وهذا ضعيف هنا أبدو هذا يبقى ثقة يبقى ثقة لأنه الخطأ فيه قليل جدا لكن لو كان رجل روى مئة حديث أخطأ فيه ثمانين حديث وأصاف في عشرة أو عشرين هذا ضعيف يقول عنه كثير الخطأ كثير الخطأ ضعيف طيب إذن كيف يعرف إذا كان خطأه قليل يعني هو هذا جمع رواياته يوافق الثقاث خطأ قليل خطأ عليه قليل ما في أحد من أمه لم يخطأ حتى مالك 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 خطأ كثير هذا الذي يضر فيه الراوي نعم قال ويعرف ضبط الراوي بموافقته الثقات والحفاظ ولو غالبا نعم يعني لو غالبا والعبرة بالغالب هذا قاعدة العبرة بالغالب نعم قال وبالنص عليه ممن يعتبر قوله في ذلك إذن عندنا يا أخوة الأمة معتبر وغير معتبر معتبر هذا فيه الجرح والتعديل أمة الجرح والتعديل خلاص صالحة خلاص خلاص أخوة عندنا درجات النقاط يعني أمة الجرح والتعديل أمة الجرح والتعديل يسمون النقاط ما مع النقاط نقدوا الحديث نقدوا الرجال يسمون النقاط الأمة النقاط يسمون النقاط من هو معتبر ما معتبر يعني أخذ الأمة قولها اعتبروه قوله معتبر يعني مقبول معنى معتبر يعني مقبول يعني ما مقبول مثل من أحمد بن حمد أحمد علي المديني علي المديني يحيى بن معين البخالي أبو حاتم أبو زرعة النسائي وغيرهم هؤلاء قولهم ما يرقص يقبل قولهم لأن المؤمة معتبرين فيه أناس غير معتبرين مثل من؟ ابن حبان ابن شاهين العجلي ابن حبان له كتاب الثقات ابن شاهين له كتاب الثقات العجلي له كتاب الثقات لكن هؤلاء عرفوا يشك بالتقام الحاكم يوثق الرجال في المستدرك هؤلاء عرفوا بالتساهل عرفوا بالتساهل فأصبح قولهم غير معتبر لو وجدنا الراوي الراوي ضعف هؤلاء ضعفوه عندهم ضعيف عندهم ضعيف عندهم عندهم ضعيف وهؤلاء عندهم ثقة لا يقبل وهذا وهذا اذا وجد الراوي عند هؤلاء الامة ضعيف وعندها ولا ثقة هنا لا تقول صدوق لا تقول لا وضعيف لأن هؤلاء عرفوا ايش بالتساهل وهذا وهذا ضبطي أن يؤدي ما تحمله من مسموع أو مرئي على الوجه الذي تحمله من غير الزيادة قال واتصال السند أن يتلقى كل رواي ممن روى عنه مباشرة أو حكما حسبك عندنا الاتصال الاتصال له حالتان الاتصال له حالتان انظروا اخوة الاتصال له حالتان الاولى يسمى اتصال اتصال صريح اتصال صريح اتصال صريح يعني واضح تقول مثلا البخاري البخاري قال حدثنا الحبيدي واضح له حدثنا مسلم قال اخبرنا زهير صريح ام لا صريح حدثنا اخبرنا سمعت انباءنا هذا يسمى صريح يعني هذا اخبرنا حدثنا يدعى انه شمع شمعت فهذا شمى الصريح شمى الصريح الثاني اتصال غير صريح غير صريح اتصال غير صريح ايش اتصال غير صريح مالك عن ناف عن هل سمى العنعنة ما تدع على السماع عن اذا جاء الفمالك عن هذا يسمى اتصال غير صريح مات يكون صريح حالة مات مات يكون صريح في حالتين فقط في حالتين في حالتين يكون صريح في حالتين الاولى السلامة من التدليس من يعرف التدليس الدرس المصطلح التدليس ما نعرفه شوف ما درست المصطلح حديث طيب أولا السلامة من التدليس سوف يمر معنا تدليس إن شاء الله أكتبوا هكذا السلامة من التدليس الثاني أن يعنعن يسمعنعن يعنعن عن شيخه نافع شيخ مالك أو لا شيخ مالك شيخ مالك أكتبوا هكذا عندنا الاتصال له حالتان له إيش حالتان اتصال صريح واتصال غير صريح صريح مثل إيش مثل حدثنا أخبارنا سمعت ويدل على السماء هذا الصريح مباشر خاص امتهى الأمر الثاني مثل عن مالك عن نافع كلمة عن ما تدل على الاتصال ما تدل هل عن معناه سمع هل عن معناه قرأ عليه لا إذن عن ما تدل على اتصال إسناد إلا في حالتين إلا في حالتين تدل على اتصال إسناد الأول السلامة من التدليس سوف يمر معنا إن شاء الله معناه التدليس والثاني أن يعنعن عن شيخه هذا شيخه شيخ مالك يروع عن نافع نافع مولو بن عمر شيخه هذا يثبت اتصال الإسناد لكن حتى تفهموا هذه النقطة التدليس قبل نأخذ التدليس ما هو التدليس الآن مثلا ما اسمك شيخ عبد عبد الرؤوف عندنا عبد الرؤوف ما اسمك شيخ ها ظاهر عندنا عبد الرؤوف قال حدثنا ظاهر شيخه ظاهر وغلقه شيخه بعض الأيام عبد الرؤوف مثلا كان مسافرا وظاهر حدث بحديث كثيرة حدث بحديث كثيرة جاء للمعهة هنا فقال حدثنا شيخ بكذا وكذا وكذا هو ما سمعها فايش يقول عبد الرؤوف يقول ايش عن ظاهر هو شيخه صح لكن فيها حدث ما سمعها إن قال حدثنا ايش صبح كذب فيش يقول يقول عنه هذه الصيقة تحت من السماء فالتدريس فالتدريس هو رواية رواية الراوي عن شيخ سمع ما منه منه ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماء هذا يسمى التدريس رواية الراوي عن شيخ عبد الرؤوف وشيخ همون ظاهر رواية الراوي عن شيخ سمع منه لاقي فيها حدث ما سمعها ما لم يسمع منه هذه حدثة لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماء ايش اللفظ هو عن جاء بلفظ لأنه إذا قال حدثنا أصبح كذاب والتدليس ليس كذب وكان مذموما لكن ليس كذب ليس من الكذب في أحد لدي سؤال أعلم أنها ثغيلة أنا أعلم ثغيلة نعيد طيب قلنا التدليس ما هو التدليس رواية الراوي عن شيخ سمع منه هذا أولا عبد الرعوف من شيخه ظاهر شيخ منه شيخ طيب سمع منه أحاديث سمع فانه سمع عشرين حديث عشرين حديث سمع منه لكن سافر عبد الرعوف وحدث عبد الرعوف بخمسة أحاديث خمسة ما سمع منه من أين سمعها سمعها من الطلاب طلاب ظاهر فإيش يقول عن ظاهر يأتي بصيقة أخرى عن عن ظاهر ظاهر شيخه فأنت إذا سمعت تكون حضر شيخه يحتمل أنه سمعه ويحتمل أنه ما سمع فهذا يسمى العنعنة يسمى العنعنة يقولون عنعنة المدلس لا تقبل العنعنة فإذا رواية الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه هذا بلفظ يحتمل السماء أين اللفظ عنه اللفظ عنه نعم قال واتصال السند أن يتلقى كل راوي ممن روى عنه مباشرة أو حكما فالمباشرة أن يلاقي من روى عنه فيسمع منه أو يرى ويقول حدثني أو سمعت أو رأيت فلانا ونحوه هذا الصريح حدثني سمعت نعم طيب والحكم أن يروي عن من عاصره بلفظ يحتمل السماع والرؤية هذا يسمى اتصال غير صريح مثل قال فلان أو عن فلان أو فعل فلان ونحوه طيب طيب قال وهل يشترط مع المعاصرة ثبوت الملاقات أو يكفي إمكانها على قولين هذه مسألة مهمة من نفسها نعم هذه مسألة مهمة اختلف فيها البخاري ومسلم البخاري ومسلم البخاري ومسلم لماذا قدم البخاري على صحيح مسلم لماذا قدم لأجل هذه المسألة الآن التي ذكر الشيخ منهج البخاري حتى يقبل الحديث أن يكون الراوي عاصر الشيخ وسمع منه سمع منه المعاصرة عنده المعاصرة المعاصرة وثبوت وثبوت السماع ثبوت السماع مثلا عاصره عاصرنا الشيخ صالح الفوزان وسمعنا منه إذن ثبت أم لا ثبت مسلم الشيخ المعاصرة طيب أنت الآن هنا في كينيا والشيخ الفوزان في الرياض في السعودية أنتم في وقت واحد أليس كذلك إيش المعاصرة يعني كلهم في زمن واحد كلهم في زمن واحد هل في حال هذه الفوزان شيخك هل يقول تحدث الفوزان يقبل منك ما يطلب ذلك مسلم قال المعاصرة كافية إذا كان ثقة إذا كان ثقة نقول لا ما يكفي حتى وإن كان ثقة ما يكفي لابد كما قال إيش قال المعاصرة وإيش وثبوت السماء عاصرة ولقاه سمع منه أما أنا في كينيا وأحدث عن شخص مثلا في نيجيريا وأنا ما رأيته لأنه في زمن واحد لا ليس بصحيح وهذا هو منهج الأمة علي المديني أحمد بن حنبل وقالوا بهذا القوم بل كانوا الأعمش الأعمش سليمان بن مهران الأعمش ذهب إلى مكة كي يسمع من أنس أبن مالك أنس كان في مكة فرأى أنس سلي خلف مقام إبراهيم رأاه ثم مشى ثم أصبح يحدث عن أنس بن مالك هل يصح هذا أجيبوا أجيبوا لا يصح قال الأعمش جاء في الحديث الأعمش عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الخلاء لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض رواه أبو داود والترمذي شو كيف هل هو سمع أنس ما سمع أنس كيف يقول عن أنس على قول المسلم هل يكون ليش يكون صحيح هل يش كذلك اللعن مشتقة وعاصرة رأاه رأاه على قول البخاري قير صحيح لأنه ما سمع واضح إذا ماذا قال أبو داود لما روا هذا الحديث قال أبو داود قال أبو داود ها والترمذي حديث منقطع ما منقطع قالوا ما سمع منه ما سمعا منه فأصبح هذا هو مذهب الأمة مذهب الأمة فالمعاصرة ما تكتب لذلك قدم البخاري على مسلم بأمور منها هذا الأمر هذا واضح واضح هذا المسألة نعش قال رحمه الله تعالى وهل يشترط مع المعاصرة ثبوت الملاقاة هل يشترط اللقاء يعني السماع نعم يشترط مثل البخاري نعم أو يكفي إمكانها على قولين هذا قول مسلم نعم قال بالأول البخاري وقال بالثاني مسلم نعم قال النووي عن قول مسلم أنكره المحققون شوف يعني قال مسلم أنكره العلماء المحققون يعني منها العلم إيش معنى المحقق من يعرف إيش معنى المحقق يقول من تيمية اسمع كلام محقق في قوله لا يثني عنه ولا يتبدل في اللامية إيش المحقق المحقق الذي جمع الأقوال ورجح قول على قول ها سمى المحقق جمع الأقوال يعني أدلة ورجح قول على قول إذنك تجد ابن تيمية أحيان ماذا يقول التحقيق كذا وكذا إيش مع التحقيق يعني الراجح بعد البحث بعد البحث فهذه العبارة استعملها ابن تيمية ويستعملها ابن قيم التحقيق يقول التحقيق كذا وكذا يعني إيش معناها القول الراجح بعد البحث في الأدلة تبين أن الراجح كذا وكذا فهذا يسمى المحقق فقال النووي قال المحققون من هذه العلم قالوا بهذا القول المحققون من هذه العلم حتى يكون تثقة تحدث عن الرجل في بلاد أخرى ما رأيته لو رأيته يمكن يمكن مثلا زاركم هنا مثلا أبو الفضل سمعتم منه الشيخ أبو الفضل نعم يقول نعم عاصرنا وسع منه طيب لو قلت لكم الآن يعني ربيع بن هادي الشيخ يعني عاصرتم لكن ما زاركم ولا زرتموه فإذن يكون المعاصر لا تفعل لذلك الممسلم صحيح طول ضعيف في هذا الباب لذلك قدم البخاري رجح البخاري على مسلم في هذا المسلم نعم